في المشهد الرئيسي وهو وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والنهاردة العزة بالفعل بالإضافة إلى قضايا أخرى إذا كان بإذن الله عندنا وقت لها فهبدأ مع حضرتك مبدئيا من خبر الوفاة لاحظت سماع حضرتك بخبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه يا دكتور حسام إيه أول مشهد أو إيه أول حاجة جات على دماغك مفتكرته أول حاجة جات في ذهني إن ربنا أكرمه إنه يشهد براءة ولديه قبل وفاته ونمر اتنين جي في ذهني المجتمع هيقابل الوفاة دي إزاي والشعب المصري بيجيناته الحضرية هيبقى كريم مع الرئيس مبارك ولا لأ والحقيقة اللي أنا شفته إن الناس شعب المصري شعب محترم وجميل له ما له وعليه ما عليه الرئيس لكن هو في النهاية ابن مصر الذي لم يترك الأرض ولم يغادر ولم يهرب من مواجهة ويستحق التكريم اللي حصل عليه عند وفاته هل الحزن الشديد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سواء من قبل المصريين أو حتى على المستوى العربي وحتى على المستوى العالمي بتكلم هنا على الحكومات فيما يتعلق بالمستوى الدولي هل هو فقط متعلق بشخص الرئيس محمد حسني مبارك أم فيما يتعلق بالشعب المصري إحنا شعب بطبيعاتنا زي ما حريك كنت بتكلم متسامح وبيزعل وما بينساش الحاجات الكويسة وبيقدر ينسى الحاجات الوحشة مع الوقت يعني دي حاجة ليه علاقة بينا ولا ليه علاقة أكتر بشخص الرئيس الأسبق ليه علاقة بقيمة مصر لأنه عسني مبارك كان رئيس لمصر لمدة كبيرة 30 سنة ومصر ما هياش قليلة مصر وزنها كبير في الإقليم وفي العالم كله يعني وهو كان الممثل له صحيحه وخروجه من الحكم كان خروجاً رغماً عن إرادته لكن هو في النهاية ما عملش زي ما الآخرين عمله وظل موجود في أرض مصر واجه الاتهامات وخرج منها بريئاً هو أسرته ويستحق أن الناس ترى أفضل بفيه عند الوفاة وتطلب له الرحمة واللي عنده اعتراضات على أسلوب حكمه أو خلافه فلنتعلم ولنكرر الأخطاء حتى لا نلقى نفس النتائج دكتور حسام الحياة اللي خلاني أسأل حضرتك السؤال ده أنه يعني مشهد الحزن حتى على سوشال ميديا وفي الرأي العام على وفاة رئيس الأسبق مبارك خلى ناس كتير تطلع تقولي مال مين اللي عمل الثورة؟ لو كل الناس دي حزينة عليه مين اللي عمل الثورة؟ ما هو أنت خلي بالك لو في مليون واحد بيهتفولك ومليون واحد بيهتفوا ضدك ده مليون بيهتفال안